مين دا للست العادية دي؟ يعني هي ست، بس ست، زي ستات كتير جداً، الفرق بينهم ايه؟ في كتير من اسمة جوايا وفي كتير جداً من نادية جوايا، يعني أنا برجع أقول رحلة المشاعر، رحلة الحياة اللي أنا كنت مستمتعة بيها، لأن إحساسي أنا دلوقتي لو كأنوشكا هفكر، هفكر بالزبط إنه مفيش أحلى من الأمل، مفيش أحلى من إن أنا أقول لحد بحبه بحبك، مفيش أحلى من إن أنا أحس بعزوة صحاب، مفيش أحلى من دفا، بيت، وأسرة، وحنية، يعني كل المعاني دي اللي هي إحنا ما بنفكرش فيها، زي ما هند قالت في المشهد إن أنا أنام وأصحى أو أستطعم الأكل، كل الحاجات العميقة دي اللي إحنا بنعديها كده مرور الكرام، حياة مستمتعة بيها جداً، هند قالت لما إن أقدر أضحك لنعمة، بلزبط، 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 إحنا في نعم كتير، وبعدين الفكرة إنه الموضوع مش بس مرض، الواحد ممكن يروح في أي دقيقة، فاستمتع بحياتك، واحترامي الشديد لمشيش، بوجود ياسمين معنا، دي كانت يعني جات الفرصة وبقول حقيقي، باحترم جرائتها، باحترم إسرارها، ده، ترجمة نانسي قنقر